العلاج بالخارج والأخطاء الطبية ملفان ينتظران الحسم من قبل وزير الصحة الدكتور جمال الحربي الذي أكد أن الوزارة لن تتهاون في الأخطاء الطبية مشيرا إلى أن الوزارة تشكلت لجنة للتحقيق في أسباب وفاة النائب السابق فلاح الصواغ وقال الحربي إن الوزارة تمد يد التعاون مع أعضاء مجلس الأمة لمعالجة الخلل أينما وجد في إشارة منه إلى ملف العلاج بالخارج أحمد المسعودي والتفاصيل من قضية الأخطاء الطبية مرورا بالقدرة الاستعابية للمستشفيات في البلاد وصولا إلى جوانب فنية وإدارية لا تقل أهمية عن الجانب الطبي وغيرها تركة ثقيلة وملفات متخمة بالهموم تنتظر وزير الصحة الدكتور جمال الحربي ليكون ملف العلاج بالخارج أولها ابتعاث المرضى لا يكون لهم أي صراحية هي اللجانة التخصصية وأنا أثق فيها لطبانة في المستشفيات وحدق الحالات هذه هذه المهمة عندنا ستكون إن شاء الله بدنا الله تكون مصطرة واحدة وأي واحد يكون مظلوم أو فيه شيء أنا أحاول أنا مكتبي وقاعد أشوف الحالات التي تحتاج الشغلة الثانية المهمة عندي هي التحقيق في هذا الموضوع أنا بالعلاج بالخارج هفتح هعمل لجنتين هتكون لجان من خارج تقالبيتها من خارج وزارة الصحة عشان تكون مستاقية في الموضوع على الضفة الأخرى الأخطاء الطبية ولجانها للتحقيق في أسبابها والبداية مع ملف وفاة النائب السابق فلاح الصواغ أنا تركيزي أول شيء إصلاحي ولا فساد في الصحة عندي هذا شعاري مهم وما عندي أي واحد فيه تقاعز أو إهمال أو أي خلل فيه معين أحاسبه وهذا أحد الشغلات التي كانت قضية المرحوم الله يرحمه يا فلاح الصواغ هذا تركيزنا في هذا الموضوع أنا شفت التقرير الطبي أو اللجنة العليا وشفتها حسيت أن هناك أكبر من العقوبة التي كانت موجودة حسيت نعم لاحظت أنها تكون خطأ قتل بالخطأ تأكيدات من الوزير الدكتور جمال الحربية بمد يد التعاون مع عضاء مجلس الأمة لكشف الخلل أينما وجد والسعي نحو نقلة نوعية في الملف الصحية الذي لا يقل أهمية عن قضايا أخرى حسب قوله أحمد المسعودي للتلفزيو المجلس